التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع هذا وتنول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراغنة خاصة في ظل الأزمة الراغنة بقطع غزة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراغنة وخاصة في ظل الأزمة الراغنة بقطاع غزة وأكد القائد العام للقوات المسلحة على العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية مشيرا إلى أهمية تنصيق الجهود بين كفة القوى الفاعلة في المجتمع الدولي للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتكثيف إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح البري للتخفيف من الأزمة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة وكذا بالجهود المبذولة تجاه الأزمة في غزة مؤكدا على حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنصيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية كما التقى الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية تناول لقاء تعزيز آفاق التعاون العسكري لكل البلدين حضر اللقاءات السفيرة الأمريكية بالقاهرة والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية